الأصل هو ما في الباطن من صلاح واستقامة ما في القلب من تعلق بالله عز وجل ما في القلب من محبة وتعظيم له ما في القلب من إيمان و احتساب على الأعمال و رجاء ثوابها منه سبحانه و بحمده فالاحتساب يتحقق بأن لا تطلب ثواب هذا الصمع عند أحد نعم أن تطلبه من الله عز وجل فإنه مهما أثابك الناس على عمل صالح فإنما عند الله خيرون و أبقاه و لكن الناس يؤثرون الأدنى و يؤثرون القريب على الغائب و لهذا كلما ننتبه إلى هذا المعنى كلما كمل الإيمان و كلما كمل الاحتساب في الأعمال زاد الأجر و الثواب